قلينا نروح لأخبارنا أنا مش عايزة طول أنا يعني الموضوع هياخد كلام كتير بس أنا الحقيقة مش عايزة طول وعندنا أخبار كتير هنروح لكرة اليد الفريق بتاعنا طبعا بعد مباراة القمة اللي فاتت طبعا لاعب الظهور واكتسح نادي الظهور نتيجة أربعين اتنين وعشرين ونادي الظهور طبعا بيدربه الكابتن واقل عبد العاطي نتيجة الشوت الأول خلصت تمنتاشر تلتاشر والنشوت الثاني طبعا خلص أربعين اتنين وعشرين وده كان مهم جدا المباراة لدي لان كانت طالع انت يعني من مباراة مش متوفقة فيها غاب عنك التوفيق فيها بنتيجة هدف واحد وكان مهم عندنا جدا ان احنا نفوز في هذه المباراة الاهلي عنده ستتاشر نقطة وبيحتل الترتيب الثاني في جدوى المسابقات بفرق المواجهات المباشرة مع نادي الزمالك كم جاء احنا متسويين مع نادي الزمالك نادي الزمالك خسر من سبورتنج واحنا اخسرنا من نادي الزمالك متسويين في النقطة ولكن المواجهات المباشرة النادي الاهلي ييجي في المركز التاني هنروح طبعا ليه كرة الياد الرجال ايضا انتعارفين طبعا حارس مرمان عبد الرحمن حميد النادي الاهلي وفق له على اعارة خارجية راح نادي فيسلا بلوك طبعا البولندي احد افضل الاندية في العالم طرح هناك اعارة لمدة ست شهور طبعا النادي فيسلا بلوك اعلن عن حارسه الجديد وطبعا على المواقع الرسمية وبالصور وجابوا طبعا صور ليه في تدريباته وعايز اقول لكم نادي فيسلا بلوك البولندي بيتصدر مجموعته في الدورة الالوروبية لكرة الياد بعد 8 جوالات برصيد 16 نقطة بعد مفاز في كل مطشاطه بالتوفيل عبد الرحمن حميد وبإذن الله يرجع لنادي الاهلي تاني وعايز بس اتوقف هنا لما جه عرض جيد لأحد اللاعبين بالرغم انه ماضي عقد مع النادي الاهلي النادي الاهلي ماوقفش في مصلحته قال له اطلع اكتسب خبرات خاصة ان احنا عندنا اتنين حراس مرمى ممتازين في النادي الاهلي مازالوا موجودين النادي الاهلي ماوقفش في مصلحت حميد وقال له اتوقل على الله واحنا بندعمه واحنا في قراءة النادي الاهلي بندعمه وبنجيب اخباره وهنبضل متابعينه وكل التوفيق اللي ان شاء الله ويرجع لنادي الاهلي رافع رأسه لفوق هنروح لطبعا ليه كرة اليد سيدات زي ما قلنا طبعا عندهم الدولي شغالين ماتشات مستقنافة ما حصلش توقفات كتير فزنا على الهلي بلس بنتيجة 41-12 الشيط الاول كان خلص 19-6 وبعد كده يعني الفارق توسع وخلص المباراة 41-12 وبكده تكون راصدنا وصل لنقطة 71 في الترتيب العام احنا الاول والماتش اللي جاء عندنا ماتش قوي جدا مع سبورتينج عندنا في صالة الامير عبدالله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة كل التوفيق لكابتن يحي يوسف طبعا والسيدات سيدات كرة تاليات